صنعا سلام عليكم يا احسن مع不会 للجهرات في العالم كيف رأيكم انتم أنتم تكون قدوا يا صاحة من بين أن نpassen الأيام ونعود ثاني وعود ثاني لرجع للفيديو جديد ومعت posterior وحصلت أريد فنا 이ep هذا إنما يعني ما يعني exit هنا certain يعني ان رجل زلت سيعبدaaa من بعد واحد الغبر اللي ما كانت طويلة بزاف اللي كانت بسبب المرض وليك الحمد لله احنا راجعين وغادين نرجعوا احسن ان شاء الله المهم قبل ما غادي نبدأ وفضل فيديو هذا ضعروري تفرق عليك لايك حتى شبنا دمره وليك ينسى تعبو نفسين وفي حالة ما لابطي تدوز عديل الشين اللولى فراك نقول لك الساط ووالله ما غا تندم درسيت الشي كامل وزير لي يدك السم وغتيا اللبينا نبدأ فيديو بعنوان البوطولة أس برو الراجعة ستتسقبل الدفاع الحسن الجديد الراجعة السركة ميمتلك للفرقون بالمريض على الجهول لكلية المتصدر ودفاع الحسن الجديد ت зачاهد ضروري جهول لك registers أنت نتخلق بعد تأتي Downton? . eligible Nasince سوف أعطي البطولة و أعطي قليل هذا الفعل جديد سوف نقول لك بأنها تدوز من أكفس لمراحيها سمع معي مزيان مشات في كأس العرش في الدور السطاعش ضد نهضة بركان خسرات معها في المدينة و ضربت الجزاء جاءت بشتصالح مع الجمهور ضد السوالم جاءوا السوالم و ضربوها بجزاره جاءوا أعطني بشتصالحوا مع الجمهور ضد المغرب الفاسي خرجوا عود ثاني تعادوا و ترى الدمار الشامل يعني فرغتني قدر نقول لك بأن هذا المارشات ذي الراجة ضد الدفاع الحسن الجديد سيكون مزايرة على الراجة كثير من الدفاع الحسن الجديد حتش نبقا عندهم تشحل بشتصالحوا مع الجمهور وهو يجيبوا لهم تروبوا من قلب مركب محمد الخامس نفس البلان سوف يمشون ضربوه في طلع الراجة الراجة أغلب المارشات اللي فاتو ديالن قدر نقول لك بأن ربحاتهم في البطولة الوطنية كيف العادة كنشوفوا النتيجة بدون عادة و تشوي ما كيبغش الجمهور الراجة و حيث كيبغي الفراجة و الرباح في جوج ولكن مع المدرب و مع المكتب تشيغن سامع لهم ترتيب الفريقين حاليا في البطولة كنا نعرف بأن الراجة كنا في المركز الثاني بعد ملعبة 22 مقابلة حصدات فيها 6 و 40 نقطة أم بخصوص الدفاع الحسن الجديد كنا في المركز السابع من بعد ملعبتها 22 ماتش و عندها ثلاثين نقطة ولكن البلان اللي غادي قدوا مزين في حالة مالي ربحوا غادي زيادهم طروب و غادي نقذوني شاء للمركز الثالث هو اللي غادي خليهم غادي يجيوا يأكلوا معاك القاز و معلم أصلا 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 أي فراكة جيكة لعب الدراجة فراكة هو اللي ريال مادريد فيرسو 2022 الماتش دير راجة كونتر ديفاع الحسن الجديد اللي غادي يكون في قيمة الجولة 23 ماتش نتلعب مركب محمد الخامس كنا كنت نذكره بأن الراجة كانت ربحات جديدة بجوجل زيرو بخصوص توقيت المقابلة اللي غادي يكون على الساعة الثامنة والنصف يوم الجمعة إن شاء الله القناة الناقلة واللي هي الرياضية بخصوص الغيابة للفرق من الغالي فكيف العادة ذاكره الوردي اللي حاليا باقي كان يوم الإصابة كون نشفن بأنه رجع للتداريب ولكن فقط التداريب الفردية مش هتعود ثاني حتى تداريب الفردية واكتفى فقط بالجري بخصوص العرجون فرق كنا واحد نسبة تقول بأنه غادي يحضر وكنا نسبة تقول بأنه غادي يشارك من بعد ما تتوى كن كدير فقط تداريب الفردية واكتفى فقط بالجري أما البقية فرق المكبالية الجامعة حاضر في انتظار عود ثاني ميستر الطاوصي أوليد اللي كتحكم في الطاوصي أشنو من اللعاب اللي غادي بعده وكيف عادتي بوطول المرابط وكيف عادتي بوطول المرابط ونشوفها وثاني الأساطير يلاعبوا معنا المهم فضل اللحظة هذه باش ماشي ونشان نحط التيران ومبدون طراسي في اللعابة ضروري تبطنت الكمونتر وطراسي هي تشكيل المثال الكسبان لك مزيانة امشي وندخلوا بها نجيبوا باطروابوا وغادي نخرجوا في حالة طراسي تعم زيان وياعلا نقصدوا الطيران نبدأوا بحراسة المرمع صراحة احنا كلنا نعرفوا بان انا زنيتي بلا صمتراسية ولكن ما كرناش نشوفه قايا مرباح فضل مات شادع ما فيها باس مرة مرة تدخلوا باش تشوي يبقى معقلا مع الاجواء وما يحش تشوي بذيك اللعابة ديال انا زنيتي هو اللي كان في الفرق مع العلم انه مجوجة عندهم ومجوج كيطاكي يوم زيان وما بغينا نضيعه في حتى شي واحد فيهم صراحة سوف نمشي القلب الدفاع معاودة الهدوذي فرق نسبة كبيرة سيبقى مخشيش من مكينة خصوصا مع الإصابة اللي كانت تعرض لإليس الحداد فالصعيب انه يدخل فضل مات شادع لهذا سوف نحط الهدوذي في الجانب دياله حركاز سوف نمشي الأظهر سوف نبدب الطهير الأيمن احسن حاجة سوف ندار وهي البداوي بلاصم طراسي خصوصا مع ما كينش البادل الظهير الآخر او الثاني النهير بلاصم طراسي مع ما كينش البادل خط الوساطي خط الوساطي خط الوساطي هناك الكتبانين قدروا نعود عليه بفضل ماتش خصوصا انا الراجعة هي اللي غدا تتغط في يعني ما كينش انا نعود ثاني نبدو راجعة للورو مبدو خايفين واللي هي المكعازي في الجانب دياله الزريدة عم شونيشان اللصاني ألاب محسن متولي ام خصوص خط الوجون فراكيبان فرأس حربة حميد أحداد اما بالنسبة للجناحين الجناح الايمن نحطو فيه زكري الهبطي والجناح الايصر ما كراتش ادخل فيه بني باديبانك تدوك اللعب وسنعرفه على جبتوهم واعب الله دخلوهم ما يعرقو دخلوهم غيح اللي ارزقهم را لا يمكن واسي الطاوسي زريدة ارا ما كيلعبش جناح واسي الطاوسي زريدة ما كيلعبش جناح سوف تقسل فيه السيد نهارا لنهارا كي يبالك الاداء دياله وكي يتمحن لعب السيد في الميليو اللي موالف كيلعب فيه وخلي دك الجناح ادخلوهم احنا عارفين ومزرقين هذه هي الخطة اللي كتباليا صراحة اللي كتباليا مناسبة باش انا ندخلو مدوبي المات وان شاء الله لما نجيبو باطر وابوة اللي غتكون زيانة لنا اللي غتكون ايجابية لنا تذكير وملاحظة ومهمة ولو نجيبو طوابوة ولو نجيبو البطولة ولو ما عاتش نجيبو راحي الاقزام واجب راجاوي في اقرب وقت استهالينا معلم هنا يمقليغي نقول لك وقف لديك النتيجة وقول لي ايش حالجاتك نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر Gel did not be aef نعم